السلام عليكم ورحمة الله للتعامل مع الصور والملفات تحتاج لبرنامج لقص الصور وبرنامج لأخذ التفاصيل الخاصة بالصور من الألوان وقيسات وما إلى ذلك. يوجد برنامج مجاني موجود للماك والويندوز كروس بلاتفورم اسمه جيمب نروح على جيمب تبحث على جوجل جيمب بتعمل داونلود للإصدار لبيئة العمل الخاص فيك هنا داونلود وننزله على الجهاز الخاص فينا برابط مباشر حسب البيئة العمل اللي انت بتشتغل عليها برنامج مش كبير كثير حجم متقريبا 200 ميجا بتنزله مزايا الجيمب انه بشتغل على الماك والويندوز وبدعم عدة لغات استثناء اللغة العربية لكن احنا بهمناش إذا بدعم العرب ولا لا لأن احنا بدنا نعرف كيف نتعامل مع الواجهات بشكل عام ممكن في المستقبل هما يضيفوا اللغة العربية بعد ما ننزل التطبيق تمام بنعمل او فتح للملف خاص بالتنزيل اختار لغة التحميل هنا نعمل اوكي نعمل انستول وبنسورس يعني تستخدموا ع كل بيئات العمل المختلفة من ويندوز لماك وهي ميزة كوية بعد ما ننزل الجيمب اختروع على البرامج عندك تبحث عنه تبحث عن جي اي اي ام افتح هنا تفتح البرنامج هيفتح عندك بعض الشكل زي ما احنا شايفين فنشغل البرنامج وبعد ما يشتغل بنقدر نسوق عليه نشتغل عليه طبعا ايش ميقر نعمل ميقر نحرر صور نعدل على صور ونقدر ايضا نكون بعملية فتح لصور وتعديل على صور بشكل مباشر على سمتال عندي هاي الصورة عندي هاي الصفحة لها الصفحة بدك تخذ لها تلكت الشاشة يعني تضيكت الشاشة تاخد صورة الشاشة دعم في الماك في زر اللي هو Command Shift 5 6 6 بتاخد ایعني س首先 بدك تايتي في المفتاح هنا بتفتح الكيبورد شوف نرجعكم الكيبورد في علنا كبسة في الكيبورد ازغري الكيبورد شوي في علنا كبسة الكيبورد اسمه Bridge Screen طبعا هاي الكبسة بتكون موجودة هنا مرة تكتبس FNA وبعدين print screen او مرودك تعمل print screen مباشرة فاند بتعمل print screen تأخذ يعني بتلقط صورة للشاشة بعد ما تلقط صورة للشاشة بتيج هنا في داخل القلمب بنعمل new وبنعمل اسم الصفحة مثلا قياسها اختار قياس ال hd او full hd نعمل اوكي هاي الصفحة بنعمل edit بعدين لصق اوكي بعدين بعمل لصق هاي الصورة الموجودة عندي على اسم المثال بدي الشعار بدي اللوغو فباجي هنا في عندي اداة من الادوات الموجودة في اداة التحديد الاداة اللي عزاوي هنا الريكتانجل بحدد هاي اللوغو بدي اياه طبعا عشان تستخدمها بدك تكبس على زر تحديد بعض الشكل بيحدد لكيها عشان تحدد جزء من الصورة اول شي بدك تعمل زي طبقة فوق الصورة هاي فبنيجي هنا بنعمل layer جديدة في هنا هنا create new layer ما اعمل layer جديدة بحدد على فوق اللاير الجديد لانه بدي هاذ اللوغو تمام بعدين بروح على الخيارات في عندي crop crop selection هنا في الامج crop selection باخذ اللوغو الموجود عندي بهذا الشكل فعشان تخزن صورة بتعجي هنا export as نختار النوع png واختار desktop فهنا بسميه logo وبعملها حفظ على سطح المكتب اه وبعمل export هيك احنا بناخد صور بما يتعلق بالالوان نقدر نعمل تراجع edit undo 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 او فصلاة بتجريد تسكر هاي الشاشة تعمل discard تفتح شاشة جديدة نعمل لسق وناخد اللون اللي بدنا اياه الالوان اللي بدك اياها في عندك اداة للالوان لاختيار الالوان لأداة القطارة بسموه color picker فبقدر اجعه color picker واختار اللون بديه مثلا هذا اللون بعطينا هذا اللون بدي اختار اللون الاحمر بيجي عندي هنا باكبس عليه هاي الكود الهاش كود الخاص في الكود في عندي هنا الهاش كود هيو تسعة تسعة سفر 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 هذا الكود باكدر استخدمه واوخذ اي صورة اي لون اي شي في داخل الصفحة بخلاء هاش كود عن طريق باعلم عليه ومادين بكبس هنا باوخذ الهاش كود الموجود عندي بهذا الشكل فهالبرنامج بشكل عام شفنا كيف نستخدمه عشان نوخذ الصور نقسك الصور بطريقة حلوة جميلة اتمنى اكون نال على اعجابكم